اللي فاتت اللي نجحت سينما وتلفزيون كانت أعلى نسبة مشاهدة في السينما وفي التلفزيون كانت تصيفة يسرى ياسمين ما كانتش على الساحة في ظل الحرب الكلامية والتصريحات النارية بين ياسمين عبدالعزيز من جهة وبن رهام حجاج وشقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة من الجهة التانية كرر أحمد العواضي الدخول على الخط وإنه يعلق على الموضوع ومن خلال حسابه على موقع التواصل اجتماعي فيسبوك كتب منشور ألفي الاحترام عدلته يبقى رايح جاي أحترمك فاتحترمني الاحترام بوجهة واحدة ده أنا ما باعتمدوش مش بس كده لأ ده بعدها وجه رسالة لمراته الفنانة ياسمين عبدالعزيز حيث نشر صورة تجمعهما على حساب الرسمي على تطبيق تبادل السور والفيديوهات القصيرة انستجرام وعلق عليها قائلا بحبك المنشورات دي عملت أزمة كبيرة على موقع التواصل اجتماعي وولعت الأزمة أكتر وأكتر خاصة لأن الجمهور ربط بالمنشور الفنان أحمد العواضي وبين الرسالة اللي وجهتها لمياء حلاوة شاككة رجل الأعمال محمد حلاوة وكان رجل الأعمال محمد حلاوة نشر مقطع فيديو على حسابه على موقع انستجرام لأخته لمياء حلاوة توجه فيه رسالة لإحدى الشخصيات دون أن تسميها بس طبعا الجمهور ربط بين كلامها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز خاصة وأن الكلام كله كان على حد كان مرتبط برجل الأعمال محمد حلاوة وقالت لمياء حلاوة في الفيديو الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام ريهام صاحبتي وأختي وزوجة أخويا أنا فرحانة بها جدا خاصة أنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها وتبعت الحاجة اللي دايقتني وأزعجتني جدا ودي حاجة عائلية أن أنا فجأت بكلام بيتقال من كم ساعة زي حربيق وكلام ما يصحي الشي يتقال يا جماعة احنا بقالنا ثلاث سنين بنتحارب وبنتهاجل وبيتقال علينا كلام غلط وإحنا ما بنردش عشان مصلحة ولدنا عشان ده اللي تعلمناه في الدنيا أننا نخاف على ولدنا وأضافت بس الظاهر أن في ناس تانية مش فارق معها الكلام ده احنا خلاص خرجناك من حياتنا وقفلنا صفحتك مش بس كده ما بنفتكركيش وعايزينك أنت كمان تركزي في صفحتك وتنسينا وحاول أن أنت تكوني سعيدة لأن احنا بقينا سعداء وإحنا بعيدة عنك يارب يكوني الكلام ده وصلك لأن أنت بكده بتبوازي الصفحة الجديدة بتاعتك كمان لما جيت ارتبطت بمحمد الناس ما كانتش تعرف خبر الطلاق اللي قبل كده بسي دايماً الحاجات دي أحلى أحلى حاجة فيها أن الواحد يسكت على الله حكايتك يا سنت اشتركوا في القناة